اهلا بكم في احدى حلقات مادة تخطيط وادارة انتاج النهاردة ان شاء الله هنتناول في تلك الحلقة القوانين الخاصة بالاشكال الهندسية المجسمة وكذلك المسطحة وهنبدأ نتعرف على هذه القوانين من خلال الاشكال اللي احنا هنتناولها سواء كانت الاشكال المجسمة او بعض الاشكال المسطحة اللي موجودة ايضا في الاشكال المجسمة من خلال طبعا مجموعة من الاشكال المجسمة ونتناول معها تحليل هذه الاشكال من خلال المساقط التلاتة سواء المسقط الرأسي او المسقط الافقي او المسقط الجاني طبعا احنا عارفين ان مادة تخطيط وادارة انتاج بتتناول كيفية اعداد وحساب المساحات المختلفة للمشغولات او الاماكن المختلفة حساب هذه النساحة لاجاد الخامات والمواد المستخدمة في عمليات الدهان المتنوعة طيب انا علشان احسب هذه الاشكال لازم ان انا اتعرف على هذه الاشكال طيب لو انا ما اتعرفتش على الشكل سواء كان مستطيل او مربع معرفتوش من خلال طبعا ان انا ما شفتش هذه الاشكال فبالتالي مش اقدر احسب قانون الشكل ولا هقدر احل هذه المؤيسة اللي بتتناول مجموعة من الاشكال سواء كانت المسطحة او المجسمة حضرتك عمال بتقول الاشكال المسطحة والاشكال المجسمة هو فيه فرق بين الاشكال المسطحة والاشكال المجسمة طبعا بالنسبة للاشكال المسطحة دايما بتبقى عبارة عن طول وعرض يعني ملهاش ارتفاع يعني ملهاش ارتفاع طول وعرض فقط طيب بالنسبة للاشكال المجسمة بيبقى لها قواعد سواء قاعدة سفلة او قاعدة عليا يعني مجموعة اشكال مجسمة بيبقى لها طول وعرض بالنسبة للقاعدة وارتفاع بالنسبة لجوانب الشكل طيب هذه الاشكال المجسمة انا علشان اتعرف عليها في خلال المؤيسة بتجيلي مجموعة من الأشكال المجسمة مركبة فوق بعضيها مثلا كقاعدة تمثال وهذه الأشكال المجسمة بيكون موضح لتحليلها علشان أتعرف على الشكل من خلال المساقط طب لو أنا معرفتش المساقط يبقى مش أقدر أحل هذه المؤيسة طيب بداية أنا علشان أتعرف على المساقط لابد أن أعرف أولا المساقط الرأسي يعني إيه المساقط الرأسي دائما يرى أمام عينك مباشرة يعني إيه أمام عينك مباشرة يعني أنا دلوقتي جالس أمامي شيء هذا الشكل أو هذا المجسم أنا الجزء اللي عينيه بتقع عليه بيعتبر ده المساقط الرأسي الجزء اللي بتقع عليه عينيه يعتبر المساقط الرأسي طب والمساقط الأفقي دائما المساقط الأفقي بينظر ليه لإما لأسفل أو بكون فوق مستوى النظر ببص فوق تحت مستوى النظر بشوفه من تحت فبالتالي بشوف المساقط الأفقي عبارة عن قعدة قعدة الشكل المجسم قعدة الشكل المجسم طيب أما المساقط الجانبي في إحدى الجوانب يعني بشوف من جنب الشكل يعني بيبقى جنبي بيبقى الجانبي سواء كان جانب الشمال أو الأيصر أو الأيمن طيب هذه الأشكال يا جماعة علشان نتعرف عليها زي ما قلنا لابد أننا نتعرف على الأشكال المسطحة طيب نشوف مع بعضنا كده الأشكال المسطحة في الرسم بالنسبة للشكل المسطح يعني اللي هو زي ما قلنا له طول وله عرض له طول وله عرض طول وعرض طالما له طول وعرض يبقى في الحالة ديت يبقى في الحالة ديت عندنا يبقى احنا عندنا في الشكل دوت اسمه مستطيل اسمه مستطيل طيب ده شكل مسطح له طول وله عرض طيب فيه شكل تاني آخر برضو مسطح اللي هو أيوة واحد بيقول لي مربع طيب المربع دوت طول ضلعه واحد يعني ايه ده زي ده زي ده زي ده يعني له ضلع واحد متساوي في الأربع جهات طيب يبقى انا عندي مستطيل وانا عندي مربع طيب مساحة المستطيل ايه الطول في العرض مساح مساحة المستطيل الطول في العرض طيب مساحة المربع مساحة المربع طول الضلع في نفسه طيب طول الضلع في نفسه طيب ممكن يعوض عن هذه المقولة ان انا اكتب ضاد تربية يعني ايه ضاد تربية يعني طول الضلع في نفسه طيب ايه تاني من الاشكال المسطحة في عندي مسلس المسلس دايما بيبقى له طول قعدة وله ارتفاع طبعا الضلع الميل ده مش الارتفاع اما الارتفاع دايما بيبقى عامودي على القعدة بيبقى عامودي على القعدة طيب يعني الارتفاع مثلا تلاتة والقعدة مثلا خمسة طيب مساحة المسلس اللي هو متساوي السقين اللي قدامنا دوت او قائم الزاوية اللي هو ده بيقول لي قانونه اللي هو مساحة المسلس نص قاف عين نص قاف عين سواء كان مسلس قائم الزاوية او متساوي السقين طب يعني ايه الكلام ده يعني نص في قاف في تلاتة دي مساحة المسلس متساوي السقين او قائم الزاوية طيب في ايه غير المسلس في عندي دايرة الدايرة لها دايما مركز والمركز دوت من نقطة المركز لمحيط الدايرة اسمه نصف قطر اسمه نصف قطر بنرمز ليه يبقى نصف القطر بنرمز ليه بايه بنق طيب من مركز الدائرة لمحيطي الدائرة من الجهتين يعني واصل للاخر كده مرا بيه المركز اسمه القطر اسمه القطر بنرمز ليه بايه بقاف طيب مساحة الدائرة ايه مساحة الدائرة بتساوي طه نق تربيع يعني ايه طه طه اللي هي عدد سابت بالنسبة للدائرة اللي هو تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة طيب اما النق تربيع يعني ايه نق تربيع زي ده التربيع كده برضو نصف القطر في نصف القطر نصف القطر في نصف القطر طيب اما نيجي نبص على شكل تاني من الاشكال اسمه شبه منحرف اسمه ايه شبه منحرف الشبه منحرف دوت له قاعدة عليا عليا او ممكن نقول صغرى وله قاعدة صفلة وممكن نقول عليها الكبرى طيب وله ارتفاع ودايما زي ما احنا متفقين ان الارتفاع دايما عمودي على القاعدة دايما عمودي على القاعدة طيب مساحة شبه المنحرف ده ايه مساحة شبه المنحرف القاعدة الكبيرة او القاعدة الصغيرة قاف زائد قاف شرطتين يعني قاف شرطة زائد قاف شرطتين يعني القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة على اتنين في عين اللي هو ايه الارتفاع عين اللي هو الارتفاع طيب احنا كده تناولنا مجموعة من الاشكال الهندسية المسطحة تناولنا مجموعة من الاشكال الهندسية المسطحة طيب بالنسبة للاشكال المجسمة طبعا الاشكال المجسمة موجودة في حياتنا بصفة عامة فاحنا ممكن نجد المكعب المكعب شكل مجسم هذا الشكل المجسم نجده في مجموعة اشكال عديدة بنلاقيها عبارة عن كتلة مجسمة جميع الجوانب بتاعتها على شكل مربع على شكل ايه مربع طب نشوف كده الشكل المجسم اللي هو المكعب ادي القعدة العليا بتاعته ادي جانب من جوانبه برضو على شكل مربع يعني ده مربع وده مربع ودي من الامام برضو مربع طيب ومن الجهة التالية وطبعا بنعمله منقط علشان مش باين ده برضو مربع وده مربع وطبعا من الخلف في مربع طيب ادي الشكل المجسم لو احنا بصينا من فوق هنشوف مربع لو بصينا من الجنب هنشوف مربع لو بصينا من الامام هنشوف مربع طيب هسأل واحد دلوقتي واقول له من الامام يعني مسخة ايه اي واحد بقول لي رأسي طيب من الجانب جانبي طيب من الافقي يعني بصيت عليه من فوق افقي كويس اوي طيب هذا الشكل اللي هو المكعب بنقول له اربع جوانب بنقول له اربع جوانب وقاعدتين طيب ليه قاعدتين وليه بنقول جوانب وهم كلهم زي بعض يعني لو احنا بصينا الجوانب والقواعد كلهم عبارة عن ست مربعات طيب ما احنا نجيب مساحتهم مرة واحدة لا لان انت عندك في المؤيسة فيما بعد ممكن تلاقي المكعب ده مرتكز عليه شكل على شكل استوانة مثلا او على شكل متوازي مستطيلات او مجموعة اشكال مجسمة اخرى فبالتالي ممكن القاعدة ما تبقاش بينة يبقى احنا اللي يهمنا ايه الجوانب لان الجوانب اللي في الغالب دايما بتبقى هي اللي ظهرة وبيتم دهانها في الشكل المجسم اللي احنا مثلا عاوزين نحسب مساحته طيب الشكل المجسم اللي هو المكعب ده عاوز اجيب المساحة الجانبية بتاعتي يبقى بقول المساحة الجانبية المساحة الجانبية المساحة الجانبية بتساوي ايه بتساوي مساحة وجه في العدد يعني ايه الكلام ده يا مستر يعني احنا دلوقتي عندنا احنا بنقول الجوانب على شكل ايه على شكل مربع طيب يبقى مساحة وجه يعني مساحة مربع يعني مساحة مربع وإحنا خدنا في المسطحات بيقول لي انه ضاد تربيع في العدد عدد ايه عدد الجوانب عدد الجوانب تمام طب لو انا بجيب الشكل ده وما فيش اي شكل اخر عليه وهجيب مساحته بالكامل يبقى انا ممكن لو انا عاوز اجيب الجوانب بقول فاربعة طب ولو انا عاوز اجيب مساحته ككل بقول ضاد تربيع في ستة ضاد تربيع في ستة طيب يبقى احنا كده عرفنا بالنسبة للاشكال طب فيه اشكال مجسمة انا طبعا فيه عندنا المنشور الرباعي طيب موجود في حياتنا موجود التلاجة مثلا منشور الرباعي طيب البتجاز اللي عندنا في البيت بيبقى اسمه متوازي مستطلاط فيه عندنا الاستوانة كل الاشكال دي نبدأ نحسبها بس انا علشان اتعرف عليها لازم احللها طب وعشان احللها لازم اتعرف على المساقط بتاعتها لان من الممكن ان المؤيسة اللي تجيلي مثلا في الامتحان بيكون جايب لي مساقط فلو انا ما عرفتش المساقط بتاع المؤيسة مش اعرف اطبق مش اعرف القانون دي واحد اتنين مش اعرف اطبق القانون طيب نبدأ نتناول مع بعضنا كده من خلال الاشكال المجسمة بتاعتنا من خلال اللاب على هذه الاشكال المجسمة ونبدأ نتعرف كل شكل من الاشكال دي المساقط بتاعته بتكون ايه نبص كده مع بعضنا يلاحظ في رسم المساقط السلاسة لاي مجسم هندسي الاتي يعني احنا علشان نتعرف على شكل مجسم لابد ان احنا نلاحظ ايه الحاجات اللي احنا هنتناولها دلوقتي اولا المسقط الجانبي دائما هو الجزء المختفي الذي لا يظهر في المجسم الجزء الجانبي دائما هو الجزء المختفي الذي لا يظهر في المجسم طيب اتنين بانزال الخطوط العمودية من المسقط الرأسي الى الافقي توضح جزء من الجانبي توضح جزء من الجانبي طيب يبقى انا دلوقتي علشان اتعرف على الشكل المجسم بتاعي لابد ان انا ابدأ اشوف المسقط الرأسي وبالتالي المسقط الجانبي والافقي وعشان اتعرف على الجانبي لابد من اسقاط خط عمودي من المسقط الرأسي الى المسقط الافقي لاستنتاج المسقط الجانبي ثالثا المسقط الرأسي هو دائما واجهة الشكل وعند انزال عمودي منه للافقي يوضح يوضح اباءه سواء كان الشكل ده منشور او هرم او متوازي منشور او هرم او متوازي طيب نبدأ نتعرف ايه هو المنشور وايه هو الهرم وايه هو المتوازي مع بعضين اول حاجة ومن ذلك نستوضح ايه بقى ابعاد الطول والعرض تظهر في المسقط الافقي ابعاد الطول والعرض بتظهر في المسقط الافقي وابعاد الطول والارتفاع تظهر في المسقط الرأسي تظهر في المسقط الايه الرأسي وبعد العرض والارتفاع تظهر في المسقط الجانبي يبقى احنا دايما الطول والعرض بيظهر في المسقط الأفقي والطول والارتفاع بيظهر في المسقط الرأسي طيب والعرض والارتفاع بيظهر في المسقط الجانبي ده بالنسبة للأشكال المجسمة لو احنا شفنا بالنسبة للمكعب بتاعنا يرى مسقط افقي مربع ويرى مسقط جانبي مربع ويرى مسقط رأسي ايضا مربع يبقى انا كده لو انا جت لي مؤيسة فيها المساقط السلاسة او مسقطين اتنين مسقط رأسي ومسقط افقي ووجدت ان المسقط الرأسي مربع والمسقط الافقي مطابق ليه ايضا مربع يبقى انا خلاص دي واحد يبقى انا عرفت الشكل المجسم بتاعي انه مكعب تمام طالما انا عرفت الشكل المجسم بتاعي اللي هو مكعب النقطة التانية هتعرف على القانون النقطة التالتة هتطبق القانون بتاعي طيب نبدأ نشوف تاني الشكل المجسم ولتوضيح ذلك يرسم منظور ومساقط وانفراد المكعب الذي يوضح عدد الأوجه وكذلك شكل القعدة هذه الشكل بتاعنا الانفراد ده قدامنا كده ده اسمه انفراد نبين له الاربع جوانب ادي واحد اتنين تلاتة اربعة والاربع جوانب ايه مربعات ودي القعدة العليا ودي القعدة السفنة طب المساقط فين اهيه ادي المساقط بتاعنا ادي المساقط بتاعنا مساقط رأسي يليه تحتيه اسفل على طول ادي المساقط الافقي ومن خلال المساقط الافقي بنستنتج المساقط الجانبي بنستنتج المساقط الجانبي ودي الشكل المجسم بتاعنا اللي هو المكعب ادي قاعدة العليا والقاعدة السفلة اللي هي بتبقى دايما مرتكزة على الارض ودي جانب ودي الجانب التاني ودي جانب التالت من ناحية دي والجانب الرابع من الخلف ده بالنسبة للمكعب وكذلك المنشور الكامل المنشور الكامل يرى مسقط رأسي ايه بقى مستطيل يرى مسقط رأسي مستطيل ويرى مسقط جانبي ايضا مستطيل ويرى مسقط افقي حسب ايه القاعدة يعني ايه حسب القاعدة يا جماعة يعني انا القاعدة ممكن تبقى ايه ممكن تبقى مربع وممكن تبقى مسدس وممكن تبقى مخمس وممكن تبقى ايه مسلس وممكن تبقى مسلس طيب دلوقتي انا لو عاوز اتعرف على القاعدة بتاعتي لو انا عاوز اتعرف على القاعدة بتاعتي فانا بقول منشور رباعي معنى كلمة منشور رباعي إذن القاعدة بتاعة المنشور ده مربعة إذن القاعدة بتاعة المنشور ده إيه مربعة طيب طالما القاعدة مربعة يبقى الجوانب عددها كام أربعة يبقى الجوانب عددها إيه أربعة طيب يبقى في الحالة ده دي اسمه المنشور الرباعي طيب لو أنا عندي منشور والقاعدة بتاعته مسلس يعني اسمه منشور سلاسي يبقى له كم جانب تلاتة وكل جانب على شكل مستطيل يبقى احنا متفقين يا جماعة المنشور جوانبه مستطيلات المنشور جوانبه مستطيلات ما الاختلاف في ايه؟ في القعدة فعندما نجد القعدة اللي هي دايما بنراها مسقط افقي مربع يبقى اسمه منشور رباعي مسلس يبقى اسمه منشور سلاسي مخمس يبقى اسمه منشور خماسي له كم جانب؟ ايوة واحد بيقول له خامسة طيب منشور سلاسي بل جوانب ستة طيب متفقين ان المنشور الجوانب بتاعته على شكل ايه؟ مستطيلات طب هل المستطيلات متساوية؟ طبعا متساوية ليه؟ لان القعدة اضلعها متساوية لان القعدة اضلعها ايه؟ متساوية سواء كانت مربع او مخمس او مسدس او مسلس او مخمس او متمن او متسع او معشر او اثنى عشر المهم جميع اضلع دايما القعدة للمنشور بتكون اضلعها متساوية بتكون اضلعها ايه؟ متساوية طيب يبقى احنا متفقين ان المنشور جوانبه دايما مستطيلات لاختلاف في القعدة لاختلاف في الايه؟ في القعدة طيب نشوف كده الشكل ولتوضيح ذلك يرسم انفراد المنشور الرباعي الذي يوضح عدد الاوجه وكذلك شكل الايه؟ القعدة ادي الانفراد بتاع المنشور الرباعي ادي الجوانب اللي هي عبارة عن مستطيلات وادي الشكل المجسم للمنشور وده منشور رباعي يعني القعدة على شكل ايه؟ مربع قدام عينيه ودي القعدة العليا ودي القعدة السفنة ودي المساقط دايما المساقط الرأسي ليه؟ المنشور مستطيل وبنستنتج من خلال المساقط الرأسي الافقي ومن خلال الافقي ايه؟ الجانبي طيب احنا متفقين ان احنا بنجيب دايما الارتفاع للشكل المجسم من المساقط الرأسي والعرض من المساقط الرأسي طيب والطول والعرض للقعدة من المساقط الافقي طيب نفس الكلام بالنسبة للمساقط الرأسي الجانبي المساقط الرأسي الجانبي بنجيب منه الارتفاع وبنجيب منه العرض طيب يبقى احنا كده عرفنا المنشور الرباعي والكلام ده ينطبق على جميع انواع المناشير على جميع انواع الايه؟ المناشير ان جميع انواع المنشور يسمى باسم الايه القعدة زي ما احنا لسا يلين من شوية ان المنشور الرباعي بيسمى باسم القعدة بتاعته والمنشور السلاسي باسم القعدة والمنشور السلاسي باسم القعدة ومتفقين ان عدد الجوانب بيتعرف من اسم الايه القعدة بتاعتنا منشور سلاسي تكون القعدة مسلس متساوي الاضلاع منشور رباعي تكون القعدة مربع ايضا متساوي الاضلاع منشور خماسي تكون القعدة مخمس متساوي الاضلاع منشور السلاسي تكون القعدة مسدس ايضا متساوي الاضلاع وعدد الأوجه يكون حسب القعدة زي ما احنا قلنا دلوقتي نيجي بقى للهرم الكامل الهرم ايه الكامل بالنسبة للهرم يا جماعة الهرم زي قريب من المنشور في ايه في المسمى قريب زي المنشور في المسمى يعني ايه الكلام ده يعني مثلا ادي قعدة على شكل ايه مربع دي على شكل مربع وطبعا علشان نجيب ارتفاع الهرم اهو بيبقى عمودي دايما ده اسمه هرم ايه ايه ايوا واحد بيقول لي هرم رباعي هرم ايه رباعي يعني قعدته مربع الهرم الرباعي الكامل قعدته مربع واحد بيقول لي يبقى الجوانب بتاعته عددها اربعة نعم عددها اربعة طيب احنا بنبص كده اللي هو جانبي بنشوف ايه مسلس طيب بنبص كده بنشوف ايه برضو مسلس اللي هو ايه الرأسي قدام عيني مباشرة طيب بنبص كده من فوق كده بنشوف ايه بنشوف القعدة اللي هي مربع ده اسمه المسقط ايه ايوا الافقي المسقط الافقي طيب بالنسبة للهرم الكامل له قاعدة واحدة له قاعدة ايه واحدة يعني ايه الكلام ده يعني ملوش قاعدتين لا اه له قاعدة واحدة طيب واسمه بيرتبط بعدد الجوانب يعني ايه يعني لو قلنا هرم رباعي كامل يبقى الجوانب بتاعته اربعة لو كان هرم سلاسي كامل يبقى عدد الجوانب بتاعته تلاتة لو هرم خماسي كامل يبقى عدد الجوانب بتاعته ايه خمسة طيب في نفس الوقت يا جماعة متفقين ان الجوانب بتاعته على شكل مسلس على شكل ايه مسلس طيب المسلس ده اضلاعه متساوية لا طبعا اضلاعه مش متساوية المسلس ده مو يعتبر متساوي السقين الله يعني القانون بتاعه اللي احنا خدناه مساحة المسلس متساوي السقين اللي هو نص قاف عين ايوا اللي هو نص قاف عين يبقى احنا بنقول مساحة وجه مساحة وجه اللي هو على شكل ايه على شكل مسلس طيب ما احنا متفقين خلاص ان القعدة عشان اضلاع متساوية لو كان هرم رباعي يبقى مساحة وجه يعني مساحة مسلس في عدد الاوجه عددهم كام لو كان رباعي يبقى عددهم اربعة تلو كان سلاسي يبقى عددهم تلاتة طيب لو كان خماسي يبقى عددهم خمسة طيب يبقى احنا اما نيجي نجيب المساحة الجانبية عندنا المنشور الرباعي عندنا المكعب اولا الجوانب بتاعته متساوية عندنا المنشور الجوانب بتاعته متساوية عندنا الهرم الكامل جوانبه متساوية وفيما بعدها هناخد دلوقتي الهرم الرباعي الناقص او الهرم الخماسي الناقص برضو اضلاعه او الجوانب بتاعته متساوية طب احنا متفقين ان القانون بالنسبة لهذه الاشكال اللي جوانبها واحدة نقول مساحة وجه في عدد الاوج وطالما احنا عارفين الوجه هنعرف نطبق القانون وطالما عارفين عددها هيبقى من السهل ايجاد مساحة عدد هذه الجوانب طيب نشوف كده مع بعضينا بالنسبة للهرم الكامل بيقول لي ايه ما سقط رأسي عبارة عن مسلس ومسقط جانبي ايضا مسلس ومسقط افقي حسب ايه القاعدة الموجودة حسب القاعدة الموجودة نفس الكلام بالنسبة للمنشور ولكن الاختلاف ان المسقط الرأسي هنا والمسقط الجانبي بيكون مسلس طيب نشوف الكلام ده ان جميع انواع الهرم الكامل يسمى باسم الايه القاعدة مثلا الهرم السلاسي الكامل بتكون القعدة مسلس متساوي الأضلاع والهرم الرباعي الكامل بتكون القعدة مربع متساوي الأضلاع ولتوضيح ذلك يرسم منظور الهرم الكامل الرباعي الذي يوضح عدد الأوه وكذلك شكل القعدة أدي قدامنا الهرم الكامل أدي المجسم بتاعه أدي قعدة قدامنا هي عبارة عن مربع ودي الجوانب بتاعتنا ودي الارتفاع دايما اللي هو أما نيجي بنحسب مساحة الهرم بناخد الارتفاع بتاعنا مش طول الضلع الخارجي مش طول الضلع الخارجي طيب ودي المسقط الرأسي والمسقط الجانبي هذه المسقط الرأسي ودي المسقط الجانبي بنجيب زي ما قلنا من المسقط الرأسي طول القعدة والارتفاع طول القعدة والارتفاع طيب ومن المسقطة الافقي الطول والعرض للقعدة الطول والعرض الايه للقعدة ومن خلال القعدة بنستنتج المسقطة الجانبي اللي هو الافقي بنستنتج منه الجانبي بناخد ادي العرض ودي ايضا الارتفاع طيب احنا عرفنا كده ان الهرم الكامل جميع قواعده متساوية الاضلاع جميع قواعده ايه متساوية الاضلاع سواء كانت مربع او مخمس او مسدس او مسلس يعتبر اسم الهرم الكامل بيحدد عدد الجوانب بتاعته اللي احنا اتفقنا ان الهرم الكامل الجانب بتاعته بتكون ايه مسلسات متساوية الساقين نيجي ليه الشكل بتاعنا اللي بيقول لي الهرم الناقص اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه من شوية الهرم الناقص يا جماعة بيرى مسقط جانبي شبه منحرف طيب واحد يقول لي الله طيب والمسقط الرأسي برضو شبه منحرف شبه ايه منحرف طيب هل بيتقال على الهرم الناقص زي الهرم الكامل طبعا احنا بنقول الهرم الناقص او الهرم الرباعي الناقص او الهرم السلاسي الناقص او يعني برضو بيطلق عليه او بيتحدد عدد الجوانب بتاعته من خلال الايه القاعدة طيب كويس طيب بالنسبة بقى للمساقط بتاعته احنا بنشوفها ايه بنشوف المسقط الرأسي شبه منحرف وزيه بالضبط في المسقط الايه الجانبي شبه منحرف يبقى احنا متفقين ان الجوانب كلها زي ايه زي بعضها طيب والمسقط الافقي المسقط الافقي بالنسبة للهرم الناقص بنرى عبارة عن قاعدة صغيرة من اعلى او قاعدة كبيرة يعني لو معكوس يعني مقلوب القاعدة الصغيرة من تحت والقاعدة الكبيرة من فوق بنرى الهرم الناقص ونشوف كده مع بعضنا الهرم الناقص الهرم الناقص دايما بيبقى له قاعدة من اعلى مثلا ادي الايه القاعدة من اعلى مربع ودي القاعدة من اسفل برضو مربع وهنوصل كده هنوصل كده وطبعا من الداخل طيب لو احنا بصنا من اعلى هنشوف ايه هنشوف المسقط الافقي طيب ولو بصنا من جنب كده هنشوف المسقط الرأسي من الامام كده المسقط الرأسي طيب وكده الجانبي طيب الجانبي شفنا ايه شبه منحارف طيب والرأسي برضو شبه منحارف طيب ومن اعلى اه الوضع هيختلف شوي هنشوف مربع صغير بداخل مربع ايه كبير بداخل مربع ايه كبير ده الكلام ده امتى لو كان القاعدة للهرم الناقص رباعي مربع يعني يبقى بنشوف القاعدة اللي فوق اللي هي مربع وبنشوف القاعدة اللي تحت اللي هي ايضا مربع بس بيكون اكبر منه طيب لو انا عاوز اجيب المساحة الجانبية خلاص ما احنا متفقين بقى يا جماعة الاشكال اللي جوانبها كلها متساوية بيبقى مساحة وجه في عدد الاوجه طب بالنسبة للهرم الناقص ده انا هجيب الجوانب بتاعته ازاي ما احنا خلاص متفقين ان القاعدة مربعة يعني الجوانب زي بعضها ايه بها جيب مساحة وجه في عدد الاوجه واحد بيقول لي طب هو الوجه على شكل ايه اقول له احنا لسه يلينا اهو ان الوجه على شكل شبه منحرف طيب مساحة شبه منحرف ايه ما احنا خدناها اللي هي القاعدة الكبيرة قاف شرطة زائد قاف شرطتين على اتنين في عين اللي هو الارتفاع دي مساحة ايه مساحة شبه منحرف وفي نفس الوقت مساحة ايه مساحة وجه للهرم الناقص ونكون الرباعي دايما او السلاسي يبقى عندنا الهرم الناقص جوانبه على شكل شبه منحرف جوانبه على شكل ايه شبه منحرف طيب احنا قلنا مساحة وجه طب هو الاوجه بتاعته كان يبقى لو كان هرم رباعي ناقص يبقى عدد الجوانب اربعة لو كان هرم سلاسي ناقص بعدد الجوانب تلاك خلاص احنا متفقين يبقى انا عندي المنشور تاني المنشور وعندي الهرم الكامل وعندي الهرم الناقص بيكون قعدته دايما متساوية الاضلاع تمام وبيطلق اسمه باسم القعدة وعدد جوانبه بيرتبج باسم القعدة لو كانت قعدة مربعة يبقى له اربع جوانب قعدة مخمسة يبقى له خمس جوانب مسدسة يبقى له ست جوانب طيب نشوف تاني مع بعضينا نكمل بقية الرسم بتاع الشكل اهو برضو الهرم الناقص له قواعد على شكل مسلس متساول اضلاع على شكل مربع متساول اضلاع على شكل مسدس متساول اضلاع على شكل مخمس ايضا متساول الاضلاع ان جميع انواع الهرم الناقص يسمى باسم القعدة يسمى باسم الايه القعدة يعني الهرم السلاسي الناقص تكون القعدة مسلس و كبير يعني مسلس كبير متساول اضلاع بداخله مسلس ايه صغير بداخله مسلس صغير طب لو الهرم الرباعي النقص بتكون القعدة ايضا مربع مربع ايه كبير متساوي الاضلع بداخله مربع ايه صغير طيب الكلام ده ينطبق على ايه برضو لو كان هرم خماسي تمام بتكون القعدة ايه مخمسة تمام اه العبارة عن القعدة عبارة عن مخمس كبير بداخله مخمس صغير طيب لو كان هرم سداسي يبقى برضو بتكون القعدة مسدسة هذه القعدة المسدسة مسدس كبير بداخله مسدس صغير طيب ولتوضيح ذلك يرسم منظور الهرم الايه الرباعي الناقص الذي يوضح عدد ايه الاوجه وكذلك شكل القعدة ادي قدامنا هو ادي المجسم بتاعنا الهرم الرباعي الناقص طبعا ده هرم الرباعي ناقص ادي القعدة الكبيرة من اسفل ودي القعدة العليا الصغرى ودي العمود بتاعنا ودي الجوانب ادي جانب ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة من الجهة الاخرى لو كانت القعدة مسلس يبقى هيبقوا تلات جوانب برضو على شكل شبه منحرك طيب نشوف كده بقى في المساقط كده مسقط رأسي اللي قدام عينينا مديني ايه شبه منحرك يبقى الجنب اللي المسقط الرأسي اللي قدام عينينا من هنا على شكل ايه شبه منحرك طيب نستنتج منه عبارة عن مربع كبير بداخله المربع الايه الصغير انا ما بص عليه منفوق طيب نستنتج من خلاله المسقط الجانبي المسقط الجانبي عبارة عن ايضا شبه ايه منحرف طيب يبقى احنا كده عرفنا الشكل المجسم بتاعنا اللي هو الهرم النقص المساحة الجانبية للاشكال التالية سواء كان مكعب او منشور او هرب ناقص او هرم كامل المساحة الجانبية احنا خلاص قلناها مساحة وجه في عدد الايه الاوجه مساحة وجه ايوا في عدد الايه في عدد الاوجه يبقى متفقين خلاص جدا يا جماعة مساحة وجه يعني ايه يعني لو كان المكعب الوجه بتاعه ايه مربع يبقى ضغط تربيع في العدد عدد الجوانب طيب لو كان منشور المنشور الوجه على شكل ايه مستطيل يعني الطول في العرض في ايه في عدد الاوجه اللي هو بيختلف عددهم باختلاف الايه القاعدة طيب لو كان هرم ناقص يبقى الجوانب بتاعته على شكل ايه الشبه من حرف يعني مساحة شبه من حرف اللي هي القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة على اتنين في عين الارتفاع في العدد لو كان هرم رباعي ناقص يبقى العدد اربعة لو كان هرم سداسي ناقص يبقى العدد بتاع الاوجه ستة تمام طيب الهرم الكامل ايضا ولكن الوجه بيكون ايه على شكل مسلس متساوي السقين اللي هو نص قاف عين نص قاف عين دي مساحة الوجه دي مساحة الايه الوجه في عدد الاوجه لو كان هرم رباعي يبقى عدد الاوجه اربعة لو كان هرم سداسي يبقى عدد الاوجه تلاتة لو كان سداسي يبقى عدد الاوجه بتاعتنا ستة طيب يبقى احنا عرفنا كده ومتفقين على المساحة الجانبية للاشكال اللي قدامنا دي اللي هي مكعب منشور هرم ناقص هرم كامل المساحة الكلية لجميع الاشكال لجميع الاشكال اللي احنا قلناها من شوية اللي هي ايه اللي هي المكعب اللي هي المنشور اللي هي الهرم الناقص اللي هي الهرم الكامل المساحة دايما الكلية بيقول لي المساحة الجانبية اللي احنا جبناها مساحة الجوانب زائد مساحة القاعدة طيب كويس قوي طيب هو انت دلوقتي حضرتك يا مصر بتقول ان المنشور الرباعي له قاعدتين والهرم الناقص له قاعدتين والمكعب له قاعدتين اما الهرم الكامل له قاعدة واحدة طيب احنا احنا ازاي هنقول مساحة المساحة الجانبية اللي هي مساحة الاوجه زائد مساحة القاعدة احنا بنقول مساحة القاعدة عموما بينطبق على كل الأشكال إزاي يعني؟ يعني أنا دلوقتي بالنسبة للمكعب له قاعدتين يبقى هقول المساحة الجانبية اللي هي مساحة الجوانب زائد مساحة القاعدتين طيب بالنسبة للهرم الناقص الهرم الناقص هقول المساحة الجانبية اللي هي مساحة الجوانب اللي احنا جبناها زائد مساحة القاعدة الصغرى زائد مساحة القاعدة الكبرى لان احنا عارفين ان الهرم الناقص له قاعدتين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة طيب بالنسبة للمنشور المنشور له قاعدتين ايضا عليا وسفلة يبقى بنقول المساحة الجانبية اللي هي مساحة الجوانب زائد مساحة القاعدتين ليه بنقول مساحة القاعدتين لان القاعدتين قد بعض اما كان الهرم الناقص القاعدتين مش قد بعض فبنجيب دي لوحدها وبنجيب دي لوحدها طيب ويعني ذلك ايه متوازل مستطيلات نيجي المتوازل مستطيلات احنا قلنا ايه في الاشكال اللي موجودة في حياتنا زي متوازل مستطيلات احنا قلنا بالنسبة للاشكال المجسمة اللي قدامنا في حياتنا متوازل مستطيلات زي مثلا البتجاز طيب متوازل مستطيلات دايما يا جماعة بنشوفه في المساقط التلاتة عبارة عن مستطيلات مسقط رأسي وافقي وجانبي ولكن مختلفة الحجم يعني مختلفة الشكل بالنسبة لحجمها يعني طولها وعرضها لها طول مختلف عن العرض وله ارتفاع سابق طيب اما نيجي نجيب المساحة الجانبية لمتوازل مستطيلات بنقول محيط القعدة في الارتفاع محيط القعدة في الارتفاع طيب يعني ايه الكلام ده يعني بنجمع اطوال القعدة بالكامل ونقوم ضربينه في الارتفاع يعني انا عندي طول وليه عرض مختلف يبقى بقول الطول زائد العرض في اتنين لان فيه طول تاني وفيه عرض تاني وبضربه في الارتفاع اقوم جايب المساحة الجانبية لمتوازل مستطيلات اقوم جايب المساحة الجانبية لمتوازل مستطيلات في الحالة دية يا جماعة احنا اتعرفنا على مجموعة من الاشكال المجسمة بتاعتنا وعرفنا كيفية تحليلها ازاي بيتم تحليلها وبالتالي انا ما اتجيلي في اي مؤيسة وبتعرف على المسقط الرأسي وبتعرف على المسقط الافقي فبالتالي ببدأ احل المؤيسة من خلال معرفتي للشكل فببدأ اطبق القانون فابدأ احل المؤيسة بتاعتنا اه الى هنا تنتهي حلقتنا على امل اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله موسيقى